هذا وقد أزدل ستار عصر اليوم على فعاليات القمة غير العادية لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية السمات تحت رئاسة الرئيس الدوري للمجموعة إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية بحضور كل من رئيس دولة الكامرون وغينيا الاستوائية وإفريقيا الوسطى وبعض من رؤساء الحكومات والسلك الدبلوماسي والعديد من الممثلين جرت المناسبة بفندق راديسون هنا بالعاصمة أنجمينة نتابع تقرير الزميل أحمد خميس جمعة بعد الجلسة المغلقة للقادة التي استغرقت زهاء الثلاث ساعات أنهوا فعاليات القمة غير العادية لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية برفع بيان ختامي قرأه بيير موسى رئيس اللجنة لمجموعة السيماك حيث أشاد المجتمعون بقرار إلغاء التأشيرات فيما بين دول المجموعة كما دعوا جميع الدول الإنخراط الفعلي في إخراج جواز سفر في دول المجموعة والقيام بدفع مستحقاتهم الشهرية في أقرب وقت ممكن كما طالب المجتمعون بضرورة ودع آلية للنظر في مسألة طيران دول السيماك وضرورة نهج سياسة طاقة دول المجموعة في غضون 2035 التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلحلة المشاكل العالقة بالتنمية للدول المجموعة كما خلص المجتمعون بتعيين دانييل أوهونو أوندو رئيسا للجنة كما رفع الحضور برقية شكر إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وحكومته والشعب الشادي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كانت الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية الرئيس الدوري لدول المجموعة الاقتصادية إدريس ديبي إتنو الذي قدم شكر للقادة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لحضور هذه القمة كما أشاد بروح التفاهم الذي ساد أعمال القمة غير العادية مضيفا بأن القمة كانت فرصة للتباحث حول الطرق وآليات ناجعة لتقوية اقتصاديات دول المجموعة وكذلك رفع الحواجز التي تعيق نقل البضائع والأفراد كما أن اللقاء كان فرصة للتباحث عن السبل الكفيلة لتحقيق التكامل الاقتصادي في فضاء السيماك والذي لا يتم إلا بتضافر الجهود وإبراز النية الحقيقية لدول المجموعة داعيا فخامته الأعضاء واللجان الفرعية أخذوا القرارات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف أخيرا قدم شكره لقوات الدفاع والأمن وكل الفنيين الذين ساهموا بفاعلية في إنجاح اللقاء أنجمنا متمنيا عودة حميدة للضيوف وفيما يتعلق بالمشاريع التي تقدمها دول السيماك عبر بعض من المواطنين عن آرائهم آملين أن يكون هذا الجهد الذي ينتظر من قبل رؤساء دول السيماك حقيقة ملموسة فلنتابع جزء من آراء المواطنين بميكرافون الزميل آدم حنفي فاضل شغل ندور منهم هذا ما خطير ما شغل الميراكلي شغل ندور منهم هذا البهجو ده قلبسوا وعلى أقل هجوه يخلوه في قد قد بس هجينا 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 جان ما دال مرور في قيمة عقد في إطار انتقال المواطن الإفريغي من دولة إلى دولة أخرى لتسهيل الإجراءات المرورية فده يندل بإنما يدل على وحدة الأمة الإفريقية تكون أمة مربوطة بجواز واحد للسفر موحدة وهذا الجواز يتيح لجميع المواطن الإفريغي أن يتنقل من دولة إلى دولة أخرى مشكلة الجينة فوقها شغل ألغينا سموه لكن يوم واحد ما ماشي منها وما أنا في أقولنا كيش شغل ده يكون الله يبارك في بركة أنا الله بركة أنا رسول هو بركة أنا لما نقلب اليوم بيجينا نفصل واحد هو أمسلي اليوم ناس ألغينا شفوند تغوني ناس دا كولو كتشادين نادم التفارقة كيما في هاون دورة نهاجي لناس كولو كمورونشات والدولة الستي المؤلمين كمورونشات والدولة الستي المؤلمين في كلها ما نحن يكون شغل ألغينا سودي ناس ألغينا شفوند تغادية واجب يواصلوه النهاية في هذا المدينة لنسبة لدولة إلى دولة أخرى هم جو لما في نجمينة لبس كوون لنا بأدو لنا الدرب بكوونو الهدوت ببقى حادي لشعب كان ماشينا لكسيري من نجمينة ماشي لكسيري من نجمينة مندوم سعوبة من كسيري جايل نجمينة مندوم سعوبة والله يا شايداني مبسوطي منا مرة واي تقول بالنسبة لأزان الاساكر هو كيراكولو كان قدروكي غام وفوغرا تي سماك دا تتروك أيما باكان تمشي ماين دا عزالة وريمان فكرة كوي ساموراك كل ملما الناس اللمو دا ملما تايبة ملما الناس كل فرهانين فيها نشكركم كثيرا وملما أجينا دا الله يكملها بآفة بالنسبة للدولة اللمو ويفاتش لنا خير ويفاتش لنا كل شيء على الله يجيبها فيها آفة وبهذه الأراء من المواطنين نأتي سيدتي وسادتي وإياكم إلى نهاية النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمانينا